مكرون في الجزائر بعد عشر أيام زعمة تونس عندها في السوق مذوق الرئيس الفرنسي يؤدي زيارة الدولة إلى الجزائر يوم 25 أود الجيري يعني بعد عشر أيام هذه الزيارة وقع ويقع التحذير لها بشكل غير عادي في فرنسا وكذلك في الجزائر هي زيارة تجي في توقيت غير عادي فالتحذير لها يكون غير عادي أيضا الجزائر اليوم كيفما تونس والمغرب ودهم مخطوب من البلدان اللي مربوطين بهم جيو سياسيا على خاطر بلدان شمال أفريقيا تربط ما بين أوروبا والقارة الأفريقية لكن تونس تزيد عليهم بميزرة أنها تفتح معبر كبير وعندها إطلالة كبيرة برشة على البحر الأبيض المتوسط من جهة أنه هو يربط بالشرق بالغرب وبأفريقيا هذه الزيارة اللي أديها ماكرون للجزائر تجي زادة على خلفية أمرين اثنين الأول أن العلاقات الفرنسية الجزائرية قاعدة تتحسن بعد العاصفة متع عام ونصف التالي منين تكلم ماكرون بكل انعدام للحذر وكذلك للديبلوماسية وقال اللي الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي لم تكن بلدا ولا أمة كانت الحرب زادة في أوكرانيا أدلت بدلوها وكذلك فرنسا حست أنه تعاملها مع الجزائر يلزم يكون أحسن وسيلة هي الهجوم والمهاجمة ياخي سقطت فرنسا في جب قد تكون رسمه لها خصومها على غاز وبيترول الجزائر وقت اللي ضخمت لها فرنسا يعني أنها هي إمبراطورية وقوة عظمى لكن اليوم رأينا وشفنا كيفاش الجزائر ردت الفعل بمنع الطيران العسكري الفرنسي باش يتعدى في المجال الجوي الجزائري من أجل أنه يتوجه إلى مالي هالعسكر هذا وهالفيالق هذه أين توجد القوات العسكرية الفرنسية منذ زمن النقطة الثانية اللي فيها تحول أيضا في المنطقة وفي العالم وتمس الجزائر وفرنسا وتبررها الزيارة هي الحرب الروسية الأوكرانية اللي منعت الغذاء والطاقة على فرنسا وعلى العالم وعلى أوروبا الزيارة هذه هيئت لها فرنسا المجتمع المدني والمعارضة والسلطة بالطريقة هذه الجزائر الشعرة فيها بلف فرنسا يلزمها تعيد النظر في سياستها توجه المغرب العربي وتوجه شمال إفريقيا راه المنطقة هذه الشعرة فيها بعشر ألف راه منطقة مفتاح يقول فرنسوا أولند الرئيس الأسبق السابق فيما قال منذ عشرة أيام على صفحات الصحيفة الكبرى الفرنسية لوفي جاغو فرنسا تتحرك والجزائر زادة ما هيش ناقصة تحرك لكن تونس راه معنية بهالزيارة أحببنا أم كرهنا لأن تونس راهي شريك وبديل وثم هنا نسألوا وين الملفات وين المقترحات التونسية إفريقيا راهي ودها مخطوب واليوم في تونس وبعد أيامات قليلة عندنا تظاهرة ضخمة وزيارة مسؤولين كبار في العالم ومنهم رئيس الوزراء الياباني اللي باش تكون ضمن لقاءات مع كبار مسؤولي الدولة وديما نسألوا حضرنا ملفات البلاد التكادة وإلا لا وحضرنا ملفات من أجل أن نعرفوا شنو اللي بش يقع في الجزائر مع الرئيس الفرنسي خاصة أنه فرنسا لما تمشي اليوم للجزائر فأنها أيضا عينها من خلال هيك التاليفون اللي اسمعناه على تونس وكذلك على المغرب باش ندافع اليوم على تونس انطلاقا من نظرة وجهوزية يلزمنا ملفاتنا تكون حاضرة باش تاخذ بلادنا بلاصتها في السوق وفي البورصة يلزم العقل الخلاقي تحرك مش العقل الأكاديمي فقط تونس محتاجة المسؤولين عندهم حس المغامرة وحس المبادرة بدون ذلك تكون أني هي تونس جامدة وما تنجمش تقدم وزادة ما حاشتناش بمسؤولين يكونوا خايفين على بلايسهم أكثر من اللي خايفين على البلاد خايفين على الكرسي لا يهرب أكثر من اللي خايفين على شعب تونس شنو اللي بشيراه اليوم الكرسي هذا كان الكرسي المسؤول هو في خدمة الدولة والدولة في خدمة البلاد والبلاد راهوا في خدمة الشعب نقطة ونرجعوا للإصطر مش الفائدة في التنظير والتقديم الهاي للملفات البرزانتاشون إلوكانت راهوا عندها مجالها وعندها منوالها وعندها كذلك الساحات وكذلك الأقسام وليزام في المدرجات في الجامعة أما أحنا اليوم نحبوا مسؤولين مغامرين قد المسؤولية وكل واحد يتحمل مسؤوليته مش حطينهم سيف على رقبيهم اسمه القانون 96 لا تقدم ولا تخليش كون يقدم هذا هو المطلوب الآن اشتركوا في القناة